طبعا يكون في علمكم قد يقول لقائل سيدنا هذا الذي تقول أن المرأة أعانت إبليس على من؟ على آدم حواء أعانت إبليس على من؟ على آدم تمام؟ هذا ملانا شنو؟ أمامكم سبل الهدى والرشاد المتوفى تسعمية واثنين واربعين الصالحي الشامي الرواية هذه اسمعني روى البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمار قال قال رسول الله فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كافرا فأعانن الله تعالى عليه حتى ماذا؟ أسلم شيطاني على يدي ممحل شاهدي هذا وكن أزواجي عونا لي وكان شيطان آدم وزوجته عونا له على خطيئتي فإذن حواء شنو كان عونا لي إبليس فوقفت اصطفت مع من؟ مع إبليس هذا من ينقرأ نام لك؟ ها؟ أما تعال ما يكن لا لا أنت تعال فقط إن شاء الله غدا نقف عندها لأن الوقت انتهت هل يوم راجعوه أعزائي هل يوم راجعوه هذه الآيات القرآنية الثلاث مولانا؟ المورد الأول الآية خمسة وثلاثين من سورة البقرة قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين التفت فأزل لهم الشيطان عنها وبيني وبين الله الوسوسة متوجهة لمن؟ لهما معاً لماذا جعلتم المرأة مولانا حبائل الشيطان؟ هذا الصريح القرآن فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في المورد الثاني يا عزائي في سورة الأعراف في سورة الأعراف إن شاء الله غدا بالمقدار الذي لابد أن نقف نقف عنده انظر انظر عزائي ويا آدم الآية 19 ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فإذا إنه كان لأحدهما أو لهما فوسوسا لهما الشيطان موسوسا للمرأة فماذا؟ فأغرت الرجل طبعا أي ذكر للحية ماكو في من عناصر القصة القرآنية توجد الحية ولا توجد لا توجد فوسوس لهم الشيطان وقاسمهما فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما إلى آخر ماذا؟ إلى آخر قال ربنا ظلمنا أن فوسوسا هذا من المورد الثاني المورد الثالث لأنه شفية البحث ينقطع المورد الثالث وهو أهم أعزائي وهو مهم أعزائي وهو في سورة طاها الآية 116 مولانا وما بعد أعزائي الآية التفجد أعزائي ها؟ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فوسوس إليه الشيطان فإذا اللي توسوس أول منه؟ آدم مو المسكين المرأة فإذا قرار يصير ذنب لابد يصير ذنب علمه ها؟ للرجل مو للمرأة هسا دا شو أنتو بيني وبينها دا تجدون المنطق الروائي في وين؟ والمنطق القرآن جنو؟ أي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخل؟ فإذا التوراة عندما يقول قال للمرأة يدليها شجرة الخل تبين منك؟ الرجل والمرأة واضح بعض واضح أمامكم بعض فهي الروايات والآيات بعض شنو؟ فإذا تبين حبائل الشيطان الرجل والمرأة مولانا؟ وهو الذي يغوي المرأة المسكينة مو المرأة تغويه إذا قبلنا منطق الروايات مرة تقبلون منطقة إذا قبلتم بحسب هذه الآية لابد تعكسون القضية تقول أهم لا يجدوا لا يجدوا إبليس ها شنو؟ جندا أشد على النساء ممن؟ من الرجال مو لا يجدوا من النساء على الرجال هذا المنطق القرآني بعد مولانا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم إلى أن تقول مولانا فعصى آدم إذن العصيان لأننا ما عدنا فعصى ياه أدنى منه؟ وغوى واضح صاحب؟ ستتمت الأبحاث تأتي إن شاء الله غد لنقف على المنظومة حتى تعرفون المنطق القرآني شيء هذا الذي أقوله والمنطق الروائي ماذا؟ شيء آخر والحمد لله رب الله